أهلا بحضراتكم معنا في ختام فقراتنا النهاردة واللي زي ما قلت حالا قبل الفاصل هنكلم فيها في مجموعة عديدة من الموضوعات مش بس موضوع واحد براحب بحضراتكم وبضعوكم علشان ترحبوا معنا بالكاتب الصحفي الأستاذ عبدالسطار حتي تشرفتنا فندن الله يخليكي مساء النور أهلا بحضرتك وأنا طبعا قبل الفاصل كلمت مع مشاهدينا نحن هنكلم في موضوعات عديدة يعني ليبيا السعودية منتدى الشباب وما إلى ذلك وكل ما يستجد طبعا والحور ممكن يتراحوا من خلال الجدال والنقاش لكن خليمي أبدأ في البداية مع حضرتك عن ليبيا ليه أبدأ بليبيا أنا أعرف بس مشاهدين أنه وضفنا حالا حضرتك لسه راجع من ليبيا مش كده؟ راجع إمتى يا فندم النهاردة ولا؟ لا لا يعني في فترة الساعات الأخيرة بس بلاش التحديد بلاش التحديد عينينا طبعا أسباب أمنية أسباب أمنية لا عينينا بس أعرف الأول حضرتك زرت إيه تحديدا في ليبيا يعني أي المدن؟ هو طبعا التركيز كان على مدينة بنغازي والمنطقة منطقة شرق ليبيا لمعرفة حقيقة ما يدور وما تمكن الجيش الوطني الليبي بمساعدة المصر من تحقيقه سواء من أمن أو استقرار طبعا في مشكلتين حتى الآن مشكلة الأولى في مدينة دارنا ومدينة دارنا ما زالت تحت الحصار ولم يتمكن الجيش الوطني الليبي حتى الآن من السيطرة عليها معروف طبعا اسم دارنا لدى المصريين بسبب انطلاق كثير من العملات الإرهابية في الدخل المصري وارتبطها بهذه المدينة لكن أنا أحب أضيف أن دارنا لم تعد هي المركز الرئيسي ولكن هي تحولت إلى مركز تشهيلات يعني يتم التجميع فيها ثم الانتقال إلى مناطق أو نقاط قريبة من الحدود المصرية التجميع من فين تحديدا يعني من المدن أو حتى الدول الفرين منها الإرهابيين تحديدا من العراء من سوريا طبعا المشكلة يعني كبيرة ولا تجميع من كل دول العالم طبعا فيه عمليات بتم نقل بالطيران وبالسفن الطيران للأسف شديد بيهبط في بعض المطارات في السودان ومنها بيتم تهريب المقاتلين والسلاح عبر الحدود الليبية السودانية وده برضه حاجة مرتليش جايب من فين يا فندم أكمل حضرتك ده جانب من الجنوب طبعا بيجوا من العراق من سوريا من مناطق أخرى مختلفة عارف حضرتك أن كثير من الإرهابيين المصريين فروا إلى خارج البلاد سواء اللي كانوا من ما يعرف بأنصار بيت المقدس في سينة أو من جماعة الإخوان المصنفة كجماعة إرهابية كل هؤلاء هربوا منذ عام 2013 وما بعد إلى مناطق مختلفة تركيا بالذات القطر سوريا العراق المناطق التي يجدون فيها مأوى بعد ضربات الدولية للتنظيم داعش في العراق وسوريا والتضييق على هذا التنظيم في هذه المناطق ومع تصاعد الخلافات ما بين قطر ودول العربية الأربعة التي قررت محاصرتها أو ربطها بالإرهاب بدأت عملية تهجير لهؤلاء المتطرفين من كل الجنسيات مصريين وغير مصريين إلى ليبيا وكما أشرت في السابق المصار الأول هو مصار عبر السودان من الجنوب والمصار الثاني عبر تونس للأسف الشديد هناك مجميع إرهابية مصرية وتونسية وجزائرية وغيرها من الجنسيات سوريين أيضا وغيرهم يدخلون بطريقة ما إلى تونس ثم يتم تهريبهم عبر الحدود التونسية الليبية ويتمركزون عادة في بلدة تسمى الخمس ومن الخمس يتم عملية النقل إلى السواحل الشرقية من ليبيا بالذات مدينة درنة أو السواحل القريبة منها ومن هناك يتم نقل هؤلاء المتطرفين طبعا معهم إمكانيات كبيرة جدا إمكانيات يعني لا يتخيل أحد الناس فاكرة أن الإرهابيين دول شوية ناس ما جميع شباب تايه في الصحراء وجاي نفس عمليات قبل ما تكلم مع حضرتك عن الإمكانيات يمكن أنا قررت لحضرتك سؤال هم جايين من فين تحديدا هل من العراق وسوريا فقط ولا من أماكن أخرى لهذا في الحقيقة أنا عايزة أعرف هل داعش حتى هذه اللحظة لسه عنده نفس القدرة لتجنيد أعضاء جلد داعش ولا انتهت قدرته على الحجد شوف حضرتك يعني أنا أقول أن القصة مش قصة داعش القصة قصة من يقوم بتجنيد الشباب لصالح القيام بعملات إرهابية أين كانوا سواء كانوا داعش كانوا من جند الحق كانوا من أنصار بيت المقدس كانوا من جماعة الموقعون بالدم التابعة المختار بالمختار كل هذه التنظيمات تعمل لخدمة دول ومخابرات دولية وإقليمية تهدف إلى استمرار الفوضى في ليبيا وبث الضعر والعملات الإرهابية في مصر للأسف الشديد هذه الأجهزة الاستخباراتية لا تفرق ما بين من يقوم بهذا داعش موجود تنظيمات إرهابية أخرى لها مصميات مختلفة موجودة في الداخل الليبي الهدف فقط هو إثارة البلبلة والفوضى والقتل والتدمير والخراب يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك قيادات داعشية هي من تقوم بذلك لكن أنا أقول أن هناك قيادات استخباراتية سواء كانت هذه القيادات الاستخباراتية في أجهزة استخبارات محسوبة على قطر أو محسوبة على تركيا أو محسوبة على بريطانيا أو حتى محسوبة على بعض الدول الأوروبية الأخرى التي لها مصالح مالية ومصالح استعمارية في منطقة شمال أفريقيا اللي بيدلل على كلام حضرتك الإمكانيات اللي أنا أتوقع أن حضرتك أتذكرها دلوقتي بالتفصيل لكن قبل ما حضرتك تقول لنا الإمكانيات بالتفصيل عايزة أعرف من حضرتك حقيقة شفتها يا فندم بنفسك ولا أهالي ليبيا هم اللي حكوا لك عنها شوف حضرتك يعني أنا التقيت بكثير من الضباط اللي كانوا محبوسين في سجون تابعة للتنظيمات المتطرفة وبالاستماع بشكل جيد إلى هؤلاء الضباط وحتى الشخصيات اللي هما من غير العسكريين ممن صاقاهم حظاهم العاثر إلى هذه السجون والتعامل مع هؤلاء المتطرفين يعني لا يوجد في الحقيقة تفرقة ما بين المسؤول عنهم الإخواني والمنتمي لتنظيم القاعدة والمنتمي لتنظيم داعش والمنتمي للجماعات الأخرى تقريبا نفس الشاكلة نفس طريقة التعامل نفس العداء والخصومة العداء للدولة سواء كانت دولة الليبية أو في مرحلة راحقة الدولة المصرية رأينا اعترافات من من تم القبض عليهم بوسطة الجيش الليبي فيما بعد أو بوسطة بعض القوى الأخرى الموجودة في الغرب الليبي في مدينة مصرات على سبيل المثال ومدينة ترابلس هذه القيادات خاطرة ليس لديها ما تخسروا لديها قدرة عجيبة على بيع النفس أنا شفت في شخصيات مصرية تم قتلها بدم بارد في عديد من المدن الليبية لمجرد أن هناك خلافات بسيطة ما بين الجماعة وجماعة أخرى يعني مثلا كان هناك وهذه معلومات تذكر لأول مرة في التلفزيون أن أشرت إليها سابقا في أحد الموضوعات في الصحافة المكتوبة يعني هناك شيخ يدعى حسام محمود هذا الشيخ كان قادما من قطر مع مجموعة تابعة له وكان يعني يفترض أن يكون تبع مجموعة معينة في ترابلس إلا أن في شيخ آخر كان عاوز مجموعة شيخ حسام محمود معه لكي ينفذ بهم ما يريد في الدخل المصري لأن الشيخ حسام محمود تابع عن صربية المقدس لكن من يديره ومن يحركه هو ومجموعته كانت جماعة الإخوان قيادات من جماعة الإخوان الليبية والهدف في النهاية ليس فقط إثارة الفوضى في ليبيا ولكن إثارة الفوضى في ليبيا واستغلالها لإثارة الفوضى في مصر هذا الخلاف أنت تابعي لا أنت مشتبعي القائد الثاني الذي لا أريد أن أذكر اسمه أخرج مسدسه وقتل الشيخ حسام محمود بـ 14 طلقة وبعد ما قتل الشيخ حسام محمود بدأت اتصالات ما بين كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين ماذا نفعل؟ فكانت النصيحة أربطوه في سلاسل من الحديد وألقوه في البحر اللي هو اللي قتل؟ لا الذي قتل الجثة نعم يا خبرة بيد يعني اللي تقتل وحتى يومنا هذا مجموعة حسام محمود تعتقد أن الشيخ حسام محمود إما موجود في قطر أو موجود في تركيا وأنه في الحفظ والصون وأنه لم يتم الاعتداء عليه لكن أنا أقول قتل في منزل قيادي معروف وبعد أن تم قتله تم ربطه في سلاسل وإلقائه في الحوت كما يسمونه هناك اللي هي الأسماك يعني في البحر بس هذه وقعة حد من اللي تم الأبضى عليهم هو الحكة بالفعل الكلام دا ولا حضرتك عرفته لا شيء شهود أدلوا بمعلومات في تحقيقات الاستخبارات العسكرية في بلدة مصراتا في فترة سابقة لأن استخبارات العسكرية في فترة الأخيرة فيها مشكلة كبيرة في داخل مصراتا برضو هارجع لحضرتك موضوع الإمكانيات بس يمكن سؤال بيترح نفسه حضرتك إزاي فاندم بتزور ليبيا أنا مش عايزة أعرف طبعا إجراءات أمنية أو حاجة دور حضرتك بس هو فيه جنسية أخرى حضرتك حصل عليها يعني حضرتك حصل للجنسية الليبية أصدقي لكنا في الكلام أنا قبيلة ممتدة في البلدين يعني أولاد عام في مصر وأولاد عام في ليبيا نفس القبيلة منتشرة هنا وهناك حتى يمكن اسم حتيتها برضو خلانا يمكن نطرح السؤال بالضبط يعني حضرتك مصري وليبي؟ لا أنا طبعا أنا مصري أنتم إلى الأهرامات ودائما أقول أخوتي وأولاد عامي في ليبيا أنا فرعوني على أساس أنه ما يدخلونيش في سكة أن أنت يعني محسوب قبليا لأن لما بروح أنا بروح كمتابع كصحفي كواحد عايز يعرف إلي بيحصل لكن لما بروح بصفة القبالية بيبقى زي ما حضرتك عارفة القبال العربية لازم تيجي يضيف هنا لازم تيجي فبتضيع مني الوقت ويضيع مني فما احترامي ليهم دائما أقول لهم أنا جاي قاهري مصراوي مشتبع القبال لكن في الحقيقة أولاد عامي منتشرين في الشرق الليبي في عموم ليبيا وفي مصر أيضا ويمكن العدد في مصر أكبر من العدد في ليبيا لكن حقيقة ما بتقلقش من الخطورة يا فندم؟ طبعا في خطوة لكن الواحد دائما بيبص لي أخوتنا في الجيش المصري وفي الشرطة المصرية الذين يبذلون أرواحهم ويضحون بأنفسهم في سينا في الواحات في كذا ما كان في مصر في بعض البوابات الأمنية هؤلاء يضحون بأرواحهم من أجل تأميننا ومن أجل حماية مصر وبالتالي أنا عن نفسي يعني دي طريق تفكيري لما بقوم بجولة لفهم ومحاولة فهم ما يجري ونقل هذا إلى الليبيين والمصريين وكل من يريد أن يعرف الحقيقة أنا أعتبر ده مشاركة مني بسيطة مع أخوتنا أو أخوتنا الذين ضحوا بأرواحهم في الأماكن للتصدي للإرهاب يعني على كل مواطن أنا في رأيي أنه يكون متأقذ في مثل هذه الظروف الصعبة ويؤسفني أن أقول أن الزخم العام في مصر ليس على قدر خطورة الأحداث يعني الناشطين والكتبانجية إذا صح هذا التعبير والإعلام وغيره ليس على مستوى الأخطار المحدقة بمنطقة الشرق الأوسط وبالدولة المصرية في نهاية المطاف لأن الدولة المصرية هي القلب للعروبة والقلب لهذه المنطقة وبالتالي مسألة المجازة فهناك طبعا قبلت عدد من الشباب الصحفيين والإعلاميين المصريين الذين يتجولون ويعني ويقاسون الأمرين لكن لما تعدي تتناقش معهم تشعري بالفخر أن في ناس رايحة عايزة تعرف الحقيقة ناس عايزة تنقل الحقيقة ولهذا بعض الصحف المصرية على سبيل المثال لما جت تتكلم عن الجيش الوطني الليبي في اليومين الماضيين أطلقت عليه أحد الصحف وعدد من الصحف ميليشيات حفتر وقوات حفتر نوع من التصغير والتهوين مع أنه مفروض أنت تعرف أن الجيش الوطني الليبي تستضيفه مصر باعتباره جيش وتتحاور معه من أجل مساعدته على توحيد المؤسسة العسكرية الليبي بشكل شامل وكامل وتقدم له المساعدات والتدريبات وفقا لاتفاقيات ثنائية معلنة فكيف أنت كوسيلة إعلام مصرية تتجاوز كل هذه الإجراءات التي تقوم بها دولتك وجيشك ثم تصف هذا الجيش الليبي الذي يساعده الجيش المصري بأنه مجرد ميليشيات وقوات حفتر وهذه المساميات للأسف الشديد تسنى الحقيقي أننا متابعة جيدة ما شفتش أبدا وسيلة إعلام مصرية كانت بتانتخذ الجيش الليبي أو حتى بتقول على حفتر حفتر بالعكس دائما الناس لا بتتكلم عنه بتتكلم بكل احترام وأمل كمان أنه يقدر يعدل في الوضع في الليبي أنا لاحظت في خلال الأيام الأخيرة أن هذه المصطلحات تسللت إلى الميديا العربية والميديا المصرية وطبعا بتقف خلفها قاناة الجزيرة وقطر وبريطانيا والدول الأوروبية التي تصر وجماعة الإخوان بطبيعة الحال التي تصر على وصف ما يقوم به جيش الوطن الليبي بيعتبر أنه مجرد ميليشيا تابعة لحفتر نوع من التهوين والتصغير من شأن هذا الجيش الكبير الذي حقق إمكانيات كبيرة أنا شاهدتها بنفسي مدينة بنغازي ومدينة شرق الليبي كله تمكن الجيش الليبي من نصب بوابات وفرض الأمن وبسط الاستقرار تستطيع أن تتحرك دون خوف وبالتالي ما تستطيع أن تقوم به في شرق الليبي لا تستطيع ولا يمكنك أن تقوم به في الغرب الليبي الذي تسيطر عليه الميليشيات طيب بالنسبة بقى للميليشيات عن حقبة اللي هم المسلحين الإرهابيين وليس طبعا الجيش الهرقي خليني أسأل حضرتك كنت بتتكلم عن الإمكانيات إيه هي الإمكانيات اللي رسلتها لأن حتاك بتقول على ما أتذكر بتقول الإمكانيات مش معقولة إمكانيات زي إيه؟ هل إمكانيات أن هي تسليح جيوش وليس تسليح مجرد مجموعة من الإرهابيين أو العصابات المسلحة؟ حاجة بتقصوا كده؟ طبعا هو يعني من ضمن الأخطار ومن ضمن الإصرار على عدم التهوين من الميليشيات المتطرفة والجماعات المتطرفة بما فيها داعش والإخوان أن في الدول بتسخر أجهزتها ومخابراتها لمساعدة هؤلاء يعني مثلا لما يكون فيه لا يقل عن سبعة أو تمن مراكز منتشرة في ليبيا للرقابة والتنصت والتشويش أيضا تابع للإرهابيين لما يكون عندي مركز حديث بأحدى التقنيات فيه دول متقدرش تشتريه مركز الاتصالات لما يتحط في دارنا ويتشغل ما يقدرش مواطنين في دارنا يعملوه اللي يعمل ده لازم يكونوا مهندسين كبار عسكريين متخصصين في السلاح الإشارة وفي الاستخبارات العسكرية وفي الاستخبارات العامة ولازم يكونوا ناس هاي بروفشنال متقدمين جدا 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 لما يكون موجود في تارهونة مركز اتصال متقدم لدي القدرة على التنصت على الهواتف وتحديد تحركات القيادات العسكرية وقيادات السياسية في ليبيا لما يكون هناك غرفة في منطقة الفروسية في طرابلس ومعروف أن هذه الغرفة فوقها أرائل كبيرة اللي هي بتاعة جمع المعلومات وتخزية الأجهزة بتاعة الإرسال والاستقبال في الداخل ومعروف أن دي لا تخضع على سلطة الدولة دي تخضع على ميليشيات أيضا لم يكون عندي مركز من هذا النوع في مدينة صبراتة قبل أن يتم طرد المتطرفين منها وهذا المركز يكون معروف أن في مركز اتصالات يقوم بمراقبة الاتصالات ونقل المعلومات وتجمحها ثم إرسالها إلى دول أخرى واستقبال معلومات من أجهزة مخابرات عن تحركات يعني في تحركات لدعش لا تتم إلا بتوصيات من أجهزة مخابرات تحرك لا وقف الجو النهاردة كويس ما فيش طيران بيراء بالأجواء تحركوا لا يمكن لعشر أو خمستاشر عربية دفع رباعي فيهم أربعين أو خمسين أو ستين واحد من المربين دقونهم بقولك جئناكم بالذبح تكون لديهم القدرة على فتح مصارات في الصحراء وفي الجبال وعبور الحدود بنوع زكي جدا لأن الحدود لأن فيه أمار صنعية بتخدمهم بالضبط معلومات طبعا معلومات تأتي لمثل هؤلاء لكي يتحركوا لتنفيذ أجندات يعني هؤلاء لا يتحركون ليس لديهم هدف إلا أن ينفذوا التعليمات اللي بتيجي من القيادات المعظم هذه القيادات هي قيادات استخبارتها سواء علموا ذلك أو لم يعلموا لكن هو شغل مخابرات دولية لضعاف الدول ولتخربها ولتأخرها ولإزاء شعوبها لكن هل يا فندم فيه إحصاء ولو حتى يكون تقديري العدد الإرهابيين في ليبيا؟ هو العدد بيزيد يؤصفني أن أقول ذلك يعني آه تم التخلص من المركز اللي كان موجود في سرط لكن العدد بيزيد هناك ما جميع تمكنت من الدخول بالفعل من الحدود الليبية السودانية بغض النظر عما إذا كانت الحكومة السودانية تعلم أو لا تعلم لكن هناك رصد تم وتم ملاحظة ورصد سيارات دفع رباعي محملة بإرهابيين خطرين وبأسلحة وتم التجمع في بلدة تقع جنوب شرق ليبيا يسمى بلدة القطرون ومن هذه البلدة يتمكن الإرهابيون من التسلل إلى الشمال سواء بالوصول إلى الكفرة ثم الاقتراب من الحدود المصرية الليبية أو بالتوغل غربا ناحية الغرب الليبي هناك أيضا إرهابيين يأتون بشكل يومي من الحدود التونسية الليبية وهذا أمر في منطقة الخطورة وللأسف الشديد هناك بعض أعضاء المجلس الرئاسي الليبي متورطون في التعامل مع الإرهابيين ومع المتطرفين وهناك قيادات للأسف الشديد أعضاء في المجلس الرئاسي وهم معروفون لدى العالم كله أنهم تابع جماعاتهم متطرفة منهم واحد تابع تنظيم القاعدة واحد تاني مش عارف تابع عنه تنظيم لكن دول متطرفين وجاءوا في اتفاق الصخيرات وأصبحوا نواب لرئيس المجلس الرئاسي ولهم اتصالات تحت أرضية يعني اتصالات غير معلنة مع جماعات متطرفة تواطئ على إدخال المتطرفين من الحدود التونسية الليبية تواطئ على مرور المتطرفين من الخمس جنب طرابلس بعيد جدا ثم يتحرك هؤلاء المتطرفون بأسلحتهم وأجهزتهم وحقائبهم المفققة المتقدمة يعني أيضا من الأسلحة اللي تم العثور عليها مع هؤلاء المتطرفين نوع من الحقائب شديدة التقدم تحط الحقيبة تحت عمارة وتهد مجموعة العمارات اللي حواليها ما بالك بسيارة ولا تفخيخ رت الأمني تشرف ليبيا؟ طبعا وفي دول وتم العثور الاستخبارات العسكريات في مصراتها عثرت بالفعل على مخازن وعليها اسم وزارة الدفاع بتاعة الدولة العربية اللي مصنعها وموجودة لغد الوقتي ولا ينقصنا إلا التعامل بنوع من القوة من جانب دولة مثل مصر طب وليه يا فندم لا الليبيين تحديدا المعانين بالأمر ليه ما بيفضحوش كل المعلومات دي للعالم يعني حاجب بطول إدراءة السلاح عليه الدولة المصنعة وحاجب بإنقصين بطول العربية آه طبعا طيب ليه بإدراءة إحنا كالليبيين ما بنفضحش دا للعالم كله ليه لكالليبيين لأن المخازن والأماكن اللي فيها تجميع الأسلحة لا يخضع لسلطة الجيش الوطني الليبي ولكنه يخضع إلى سلطة ميليشيات ما يعرف باسم البنيان المرصوص المفترض اللي بيهيمن عليها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراك حين تم العثور على هذه المخازن خاصة مخزن يسمى مخزن الرويسات وهذا المخزن هو المخزن الذي خرجت منه معظم الأسلحة والحقاب المتفجرة التي تم استخدامها في عمليات إرهابية منها عمليات تمت دخل مصر حين تم إثارة هذا الموضوع دخلت قطر على الخط بشكل سريع ومباشر وقوي لأن خط الامتاد بهذه الأسلحة الذي يأتي من دولة العربية ومضطرة أنا أذكرها وهي موجودة في السجلات الاستخبارات العسكرية في مصراتها وهي السودان هذه الدولة تتلقى هذه الكميات من الأموال للتصنيع وإخراج الأسلحة وإخراج المعدات الحربية وتخزينها في مصراتها دخلت قطر على الخط وقامت باستقطاب معظم أو عدد كبير من القيادات التي كانت تعكف على التحقيق في هذا الموضوع ولهذا يلاحظ المتابعون للشأن الليبي أن هناك أحد القيادات في الاستخبارات في مصراتها غير لغته في الحديث وبدأ يهدد مصر وأنه سيهاجم الدولة المصرية وسيصل المشعرف إلى فين وحيعملوا يسوي ودخلت قطر في الطريق وقامت باستقطابه وقالت له نعملك كل اللي أنت عايزه وبالمناسبة برضو عشان يكونوا هناك عارفين أن أنا عارف هم بيعملوا إيه عارضوا عليه أنه يعملوا له مقر في بلد اسمها زليتن عشان يدير منه حاجة اسمها مش عارف إيه منظمة الإسلامية العسكرية حاجة زي كده يعني عشان خاطر يساعد فيه نشر الإرهاب والفوضى في ليبيا وفي مصر وفاتح دلوقتي خطوط للتعاون مع كل التنظيمات الإرهابية والإخوان ما ستدعوا لا وحده ويكون منطقة قبل ما انتهي لموضوع آخر عايزة أسأل حضرتك هل عندك معلومات بخصوص رفات وأكساد الشهداء الخاصين بمصر طبعا واللي تم دمحهم في ليبيا في فبراير العام قبل الماضي وهما شهداء المينيا تحديدا لكنهم مسافرين للعمل في ليبيا تم بالفعل نشر مجموعة بالأخبار تم العثور على رفاتهم تم العثور حتى على متعلقتهم وما إلى ذلك هل في جديد في الموضوع دفندر؟ والله ما ظنش المنطقة صعبة هي منطقة سيرت سيرت توقع في الوقت الحالي ما بين قوتين رئيسيتين القوة الأولى هي قوة الجيش الوطني الليبي وغرفة عمليات سيرت أو غرفة العمليات الوسطى والقوة الثانية هي قوة غير منضبطة زي ما أنا أشارت إليها هي قوة البنيان المرصوص ومع بعض القوة الأخرى ما أعتقدش أنهم بالسهل حي ممكن أنهم يتعاونوا مع مصر في منطقة الغرب الليبي خاصة البنيان المرصوص والتداعيات التي حدثت في الفترة الأخيرة إلا إذا مصر اتخذت إجراءات يعني كشرط عن أنيابها قليلا فيما يتعلق ببعض القيادات التي تستهين بالدور المصري أو تحاول أن تستقوي بتركيا أو بقطر يعني لابد أن تعلم أن مصر لن تتسامح أبدا في من يتلاعبون بأمنها أو بمن يتلاعبون بحياة أبنائها ورعاياها في لبي تمام عايزة نتقل مع حضرتك لموضوع السعودية والأحداث المتوترة السريعة في الفترة القليلة الماضية هل عضرتك تعتقد أن ده يعني نطاق محلي فقط داخل السعودية ولا ليه تأثيرات على منطقة كل وطبعا على مصر يعني على سبيل المثال لا الحصر انبارح انخفضت أسهم مدينة الانتاج الإعلامي انخفضت أسهم مجموعة طلعة مصطفى فهل نتوقع عن مزيد من التأثيرات الأخرى يا فند هو طبعا المنطقة تمر بمنعاطف خطير جدا يذكرنا بعلامات الرجل المريض الذي كان يسمى بالدولة العثمانية أو بالخلافة العثمانية حتى مطلع القرن الماضي ولم ينجى بالمصدفة يعني لم ينجى من الزلزالة الذي حدث في ذلك الوقت إلا الدولة المصرية الدولة المصرية كانت منذ وقت مبكر ابتعدت عن تدعيات انهيار الخلافة العثمانية وظلت إلى حد ما متماسكة حدودا وجغرافية وشعب وحتى سياسات رغم خضوعنا للاحتلال ودخلنا في يعني لكن نهاية مصر ظلت دائما هي الموجودة وهي المستمرة ما يحدث الآن يذكرني بذلك الزلزال الذي حدث في الماضي هذا الزلزال أعتقد أنه ما زال في بداياته وما زال لديه توابع كثيرة ويمكن أن يؤدي إلى متغيرات خطيرة في المنطقة ليست اقتصادية فقط ولكن سياسية وجغرافية خلينا نتكلم جزئية جزئية نحن دلوقتي عندنا موضوع الصواريخ الباليستية اللي وجدت بقربة من الرياض وعندنا مجموعة الإجراءات الاقتصادية اللي خاصة بإيقاف عدد من الوزراء والأمراء والمسؤولين وما شبه قبل ما نتكلم عن الصواريخ الباليستية وحزب الله وإيران وما شبه خلينا بس نتكلم على الإجراءات اللي لها أبعاد اقتصادية هل تعتقد أن دي تحديدا هيكون لها تأثيرات أخرى على مصر بخلاف ما ذكرنا في موضوع نقص وانخفاض الأسهم وما شبه أعتقد نعم يعني من الصعب أن ما يحصلش تأثير بعد توقيف عدد من المليارديرات يعني اللي هم موقفين للتحقيق معهم ناس بتدير مليارات الدولارات حول العالم منها استثمارات موجودة في مصر أغنى أغنية العرب طبعا رغم أنه طبعا أو من أغنى الأغنية يعني برضو عشان الواحد يكون متحردق رغم أنه تم الإعلان عن أن الشركات ستستمر في عملها كما هي ولن يتم المساس بها وأشياء من هذا القبيل لكن في النهاية رأس المال دائما كما يسميه الناس رأس المال جبان حين تقول هناك بعض التوترات أو بعض المؤشرات المربكة لا بد أن يتأثر لكن أعتقد أن المسألة لن يكون لها ذلك التأثير الكبير لأن في نهاية المطاف الشخص اللي بيتم التحقيق معه مش هيأخذ الفلوس ويحطها جنبه بتاعت استثماراته الفلوس موجودة ودوران العمل مستمر والموظفين في مكاتبهم والمدراء في أماكنهم لكن صاحب العمل فقط هو الذي يخضع للتحقيق وكما رأينا طلعت مصطفى على سبيل المثال وشركاته لما دخل لما مر بتلك التجربة يعني لم تتأثر كثيرا الأملاك والشركات ظلت تعمل والعجلة تسير لكن بغض النظر عن الشخص هناك تأثير في رأيي لكن هذا التأثير لا أعتقد أنه سيكون كبيرا على المستوى الاقتصادي وضحت الفكرة ننتقل بقى لجزئة السواريخ الباليستية بالقرب من العصومة الرياض أولا رصدتها إزاي فنديم؟ شوفي المشكلة أن العرب يعني متسامحون أكثر من اللازم دائما أنا رحت اليمن في عدة سنوات لتغطية الحرب ما بين الحوثيين وحكومة علي عبدالله صالح في ذلك الوقت فأول سنة رحتها كان تقريبا مشاكل 2007 أو 2008 كان عدد المراكز الحوثية الممولة من إيران كان حوالي حاجة وثلاثين ومعظمها في الشمال اليمن اللي في الحوثيين في السنة اللي بعدها لاحظت أن العدد زاد لحاجة وخمسين وأن المراكز الحوثية الممولة من إيران وصل لغاية صنعاء ومدن حول صنعاء السنة اللي بعدها لاحظت أن كنت مركز على المراكز دي لأن المراكز دي هالمؤشر على الوجود الإيراني في الدخل اليمني لأخر سنة كان لي في اليمن أعتقد في 2010 قبل الثورات الربيع العربي أو ما يعرف الثورات الربيع العربي كان العدد وصل لأكتر من 90 وكان انتشر في عدد كبير جدا من المدن اليمنية هذا يؤشر لإيه؟ يؤشر لأن الإيرانيين يعملون دون توقف وليلا ونهارا على التواجد في المنطقة العربية ويستغلون المذهب الشيعي لهيمنة الدولة الفارسية وهذا كان ينبغي منذ وقت مبكر أن يتخذ العرب إجراءات رادعة ضد التدخل الإيراني في الشؤون العربية للأسف الشديد تعامل العرب بحسن نية مع إيران في الملف العراقي ولم يتعاملوا بجدية المطلوبة والكاملة مع إيران حين دخلت في الملف السوري كذلك لم يقفوا ضد استخدام إيران لحزب الله في لبنان والمشاكل في لبنان وبالتالي إيران تغولت في المنطقة وتحولت المراكز الدينية والمراكز التثقيفية إلى مراكز عسكرية فيما بعد ولهذا حين أرى أن بعض الحوثيين يطلقون الصواريخ بعيدة المدى هنا وهناك فورا أتذكر تلك المراكز كان ينبغي على الجامعة الدول العربية وعلى الدول العربية أن تدرك منذ وقت مبكر أن ما يسمى بالمذهب الشيعي الإيراني الذي يعتمد عليه نظام الحكام في طهران هو بالأساس يهدف إلى التوسع الفارسي وأنه يتم استخدام المذهب الشيعي لنشر ما يسمى بالثورة الإيرانية أو الثورة الإسلامية أو هذا الكلام لكن هو بالأساس الثورة أو التوسع هو التوسع فارسي لما نزلت مطار الإمام خميني في طهران في سنة من السنين لقيت يفطى كبيرة برا المطار أول ما تطلع من المطار حضرتك يفطى كبيرة مكتوب عليها سهم كده إلى الخليج الفارسي زي ما يتكاتب على مطار القاهرة كده يفطى كبيرة وعليها سهم إلى مدينة العالمين طيب إيه اللي جاب مدينة العالمين قدام مطار القاهرة يعني طيب قبل مسأل حضرتك هل بالفعل طبول الحرب هتبدأ فيه دقة أم لا خلييني أسأل حضرتك دلوقتي الصواريخ بعيدة للمدى واللي بيقال حتى يحكي عنها أنها قادرة على حمل رؤوس نووية هل من السالة فاند من هي توصل من إيران لليمن؟ طبعا من سألة التهريب مسألة التهريب نشطة جدا في البحر وهناك سماسرة وهناك قراصنة وهناك كل يعمل في هذا المجال ميناء الحديدة على سبيل المثال ما زال تحت سيطرة الحوثيين رغم أن قوات التحالف العربي قادرة على تدميره بكامل لكن حفاظا على مقدرات الشعب اليمني وحفاظا على ما تبقى من الدولة اليمنية ما زال هذا المطار أو هذا الميناء البحري يعمل ويستغل الحوثيون استمرار عمل الميناء في استقبال الأسلحة الإيرانية في ميناء الحديدة وللأسف العمم المتحدة والمجتمع الدولي لم يحرك ساكنا ولم يساعد في اتخاذ إجراءات تمنى وصول الأسلحة الإيرانية إلى ميناء الحديدة وإلى الحوثيين من أماكن أخرى هناك بعض الأطراف متواطئة ومنها أطراف عربية يعني لا دعي لذكر اسمها متواطئة في تمرير ودخول أسلحة إيرانية متقدمة إلى الحوثيين عناصر من حزب الله تم القبض عليها في داخل اليمن وهي تقوم بتقديم التدريبات وتقديم التمارين العسكرية لقيادات حوثية ولعسكريين ولما يسمى بالميليشيات الحوثية يعني اليد الإيرانية موجودة بقوة في اليمن منذ وقت طويل وتحولت من تمهيد للتربة في السنوات الماضية الآن هي تقوم بتطبيق عملي لعمليات عسكرية هي عندها خلفية وعندها تعاملات وعندها موالين يعني للأسف يعني طب ونسبة ذكر حزب الله بنسبة لي استقالة سعد الحريري أين كان الحقيقة السبب هل بالفعل هو أجبر على الاستقالة أم لا هل بالفعل لا هو استقال نتيجة لتزايد تدخل إيران وأيضا حزب الله أو بالفعل فيه مخطط لاستهداف حياته أين كان السبب هنا فاندي بعض رؤول أنه مهم جدا يكون فعلا المسؤول اللي بيتولى أي منصب في بلده ويكون عنده جنسية بلده فقط دون الاحتفاظ بجنسية أخرى يعني هو أنا كرجل يعني لا أنظر إلى هذا بتركيز كبير يعني ما تفرقش أنا مصري توليت مسؤولية في ليبيا أو ليبي توليت منصب في مصر لبناني توليت منصب هنا يعني إحنا كعرب ما تفرقش معنا كتير بس أحيارا نسمح لي المصالح برضو بتتعارض وده احنا شفناه حتى في سنين طويلة في التاريخ القريب وليس في التاريخ البعيد داخل نطاق المنطقة العربية وعلى فكرة حتى في الوقت الحالي ودي عندنا مشكلة قطر والدور الأربعة أعتقد برضو ندي خير دليل لأنه أهم حاجة الجنسية الوطنية قبل ما يكون القومية العربية مع كامل طبعا احترمنا وتقدرنا القومية العربية لكن أنا بقول لحضرتك ده ليه لأن في رؤساء وزراء في بعض البلدان العربية لا يحتفظون بالجنسية العربية أصلا ولكن معهم جنسيات أجنبية يعني ليه على سبيل المثال كان في عدد من الرؤساء الوزارات كان معهم جنسيات أوروبية ألماني مش عارف إيه كده فأنا بقول لك ده لأنه ده خيار يعني بلاء ألطف من بلاء وبالتالي التحركات وما حدث في لبنان خلال الأيام الأخيرة واستقالة السيد سعد الحريري أعتقد أنه يسير في نفس التطورات الخاصة بالصراع الإيراني العربي وأنا له سميه صراع السني الشيعي هو صراع ما بين القومية الفارسية التي تريد أن تطغى كما فعلت في الماضي على هذه المنطقة واستفادت بخيراتها ومش عارفة الناس مش عارفة أن الفارسيين دول دخلوا غزوا مصر في سنة من السنوات قديما وحكمونا بالعافية وحاجات زي كده يعني الناس مش عارفة القصص دي الناس مسكة بس في السنة والشيعة يعني مش عارفين أن الفارس دي إمبراطورية وإن كان برضو بيذكروا على الجانب الآخر أنه كان فيه تعاون محمود الحيائبان فترة الملكية وما إلى ذلك لكن خليني أختتم مع حضرتك وأشكر حضرتك حالا بس فعجالة هل بالفعل طبول الحرب بدأت بشهيرها في المنطقة؟ وهي للأسف يقدر أقول حضرتك أن طبول الحرب إذا ما دقت في المنطقة فإن من يقرأ الطبل هم الأجانب الغرب وليس العرب ولا الإيرانيين يعني الذي يتحكم في إثارة الفوضى في المنطقة وتغليب طرف ضد طرف هم الأجانب الأجانب متواطئون مع الإيرانيين للأسف الشديد فيما يحدث في منطقة العربية ويهمهم أن العرب يظلوا أكثر يعني في مزيد من الضعف ومزيد من الانقسام والانشقاق أنا بشكرك فاندم شكرا جزيلا الأستاذ عبدالسطار حتيتك الكتب الصحفي شارفتنا شكرا شكرا لحضرتك وشكرا لكل مشاهدين على المتابعة وعايزة أنه يزامنه ويعتم منذ قليل أننا بالفعل كان عندنا يمكن فقرة مستقلة عن فعاليات اليوم الرابعة لمنتدى شباب العالم لكن نظرا لظروف خاصة بضيف هذه الفقرة فطبعا اختصر الحديث زي ما حضرتكم شايفين على القضياء الليبية وزيارة ضفنا العزيزة عبدالسطار حتيتك لليبيا مؤخرا وأيضا موضوع تأثيرات الوضع في السعودية على المنطقة وعلى مصر زي ما حضرتكم تابعتم معنا شكرا وشوفكم دائما يا رب بكل خير تسبوع على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر